دائماً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائماً معكم في درس جديد التركيب دعم عام الوحدة الثامنة الأسبوع الثلاثون على بركة الله انجزوا كتابياً في دفتار كتمر الآتية إذن المطلب هو انجز على الضفاتير حافظكم الله ورعاكم إذن عين النعتى والبدل والتوكيد في الجمل الوالدة في الجدول لا سنقوم بالتعين إذن غمر اللاعب صرور غمر فعل اللاعب مفعول به صرور غمر صرور اللاعب عظيم هي نعت للصرور إذن عظيم عظيم أقبل الطبيب نفسه الطبيب نفسه توكيد نفسه إن شغل الطبيب والممرد كلاهما كذلك توكيد سافرت إلى البادية والتقيت سكانها الطيبة أخلاقهم من عسنات سببي طيبة أخلاقهم إذن والبدل ليس لدينا بدل ليس لدينا بدل بدل مطابق لا يوجد بدل مطابق غمر اللاعب هو ما نرغب يبون نحن لدينا هذا نعت إذن أسميم أسميم الجملة الآتية باستعمال التوكيد المناسب زرزه 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 المريضة عينه شارك التلاميذ كلهم مثلا كلهم جميعهم نفسهم استفاد الأطفال جميعهم جميعهم ممكن تستعملوا توكيد لفظين قلوه زرزه المريضة المريضة أو شارك التلاميذ الثلاميذ التلاميذ التلاميذ استفاد الأطفال الأطفال نحن هنا استعملنا توكيد معناوي ممكن أن تستبدلوا بتوكيد لفظين تقول زرزه المريضة المريضة شارك التلاميذ الثلاميذ في مجلة القسم استفاد الأطفال الأطفال من حملة التلقع وتعيد الجملة كاملة تقول استفاد الأطفال من حملة التلقع إذن إتي بثلاث جمال تتضمن الأولى بدلاً مطابقاً والثانية بدلاً بعض من القد والثانية بدل الشمال إذن ها هو إذن بدل مطابق عاد الجندي أحمد من ساحة الحرب بدل بعض من قل أجبتني الحديقة أظهرها سمعته إماماً خطبته بدل اجتمال نعم إذن نعم بي المفعول معه في الجملة الآتية مع الشكل التام إذن ما تقول الجملة صارت تلاميذ وجانبا إذن مع الشكل مشكول هنا هي المفعول معه في الجملة مع الشكل إذن صارت سار سار تلاميذ وجانب الطريقي إذن جانبا هي المفعول مفعول معه ومضاف طريق مضاف إليه وجانبا اتفق التلاميذ وأستاذهم على القيام برحلة هنا انظر اتفق التلاميذ واو هنا جاءت واو هذه واو المعية هنا واو العطف لأن انظر المفعول ما يكون منصوبا لو أنه كان منصوبا لا اعتبرناه مفعول ما لقلنا اتفق تلاميذ وأستاذهم يعني مع أستاذهم لكن هنا مرفوعة هذا معطف مفعول مع جانبا مفعول مع هذه معطف لأن هو العطف عاد أبي من السفري وآذان إذن وآذان مفعول مع منصوبا دي واو المعية نعم ميز إذن نقرأ تجولت في الحقيقة إذن سنميز النعت السببي عن النعت الحقيقة تجولت في الحقيقة الجميلة أظهر وها إذن هذا جاء مفردا ويتبع الأول في التعريف والإعراب ويتلب ويتلب التعريف في التذكير والتأنيت ومفع على أين إذن هذا هذا نعت سببي نعت سببي وبهذا مير يعود على الحليق أظهرها سافرت إلى مدينة نقي هواء إذن من نكرة نكرة يتبع في الإعراب ويتبع التاني في التذكير الهواء نقي نقي نهواء وبهذا مير يعود المدينة إذن نعت سببي نقي نعت سببي جميلة نعت سببي لا أرافق إلا الأطفال الأخير إذن هذا حقيقي يتبع في الإعراب وفي التذكير وفي الجمع وفي التعريف وفي التذكير هنا في كل شي إذن هذا نعت حقيقي نعت إذن هذا نعت حقيقي وهذا نعت سببي سببي نعت سببي نعت سببي هنا ربيح الفلاح المجد إذن الفلاح مرفوع المجد مرفوع معرف معرف نكير معرف معرف فيما مفرد مفرد مذكر مذكر إذن ناس حقيقي إعراب الجملة الأخيرة إن التلاميذ جميعهم مجدون إن ناسخ حرفي يدخل هذه الجملة الإسمية فينصب الإسم المبتدأ التلاميذ اسم إن منصوب بالفتحة الضهر الأخيرة جميعهم جميع توقيت معنوي تابعني مؤكد فينصبي وهو مضاف هم ضمير متصل في محل جرين مضاف إليه مجدون خبر إن مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته